اشتركوا في القناة اهم حلقات البرنامج وذلك لاننا سنستعرض فيها معلومات خطيرة اريد لها ان تبقى مخفية عنا لمئات السنين لكي نصدق قصصا وهمية صنعت خصيصا لاخفاء حقيقة تاريخية ستلاحظونها تتكرر مرارا عبر حلقات هذا البرنامج وهي ان تاريخ الانسان بل تاريخ الارض باسرها ما هو الا تاريخ الاسلام وهو نفسه تاريخ الصراع بين الحق والشر منذ آدم عليه السلام وحتى يرث الله الارض ومن عليها نذكر هنا لمحة بسيطة عن القصة التي درسناها في مدارسنا عن اكتشاف امريكا القصة تذكر ان الاسبان ارادوا ان يجلبوا التوابل من الهند لان التوابل كانت غالية جدا في اوروبا لذلك لذلك قرر الاسبان عام 1492 ارسال بحار ايطالي اسمه كريستوفور كولومبوس ليبحر الى الغرب لكي يصل للهند عن طريق معاكسة قبل ان يتفاجأ بوصوله الى اليابسة التي اعتقد بانها جزر الهند او جزر اسيوية ولهذا سم السكان هناك بالهنود لانه اعتقد انه وصل للهند ولكنه وجد ان لونهم مائل للحمر لذلك سموا بالهنود الحمر المهم كولومبوس لم يعرف انه وصل الى قارة جديدة حتى ادرك ذلك بعد سنوات بحار اخر اسمه امريكو فاسبوتي ولذلك سميت القارة بامريكا نسبة لهذا البحار انتهت القصة اما الحقيقة التي لا يراد لنا ان نعلمها ان هذه القصة التي سمعناها للتو والتي درسناها في مدارسنا ما هي الا محظهراء فلقد كان كولومبوس يعلم علم اليقين بوجود العالم الجديد قبل ابحاره الى هناك بل كان يعلم ايضا بوجود المسلمين هناك فلقد ابحر كولومبوس الى امريكا بتكليف شخصي من الملكة ايزابيلا وهي بالمناسبة احدى اقدر الشخصيات الصليبية عبر التاريخ تحقد على الاسلام بشكل فضيع وهي التي وقعت مع الملك محمد الصغير على انهاء الوجود الاسلامي في غرناطا قبل ان تتجه الى القارة الامريكية لانهاء الوجود الاسلامي هناك بل واختارت ايزابيلا ان تسلم امر الابحار ليد كولومبوس في غرفة من غرف قصر الحمراء في غرناطا ولقد زرت هذه الغرفة في قصر الحمراء في غرناطا ورأيت كيف ان الاسبان صنعوا من هذه الغرفة معلما سياحيا اذا فما هي الدلائل التي تثبت اكتشاف المسلمين لامريكا سنحاول هنا ان نذكر بعضها لكثرتها وفي هذه المرة ساذكر المصادر مباشرة مع العلم ان جميع مصادر المعلومات لهذا البرنامج مكتوبة في الكتاب وساذكرها في حلقة الاسئلة ان شاء الله الا انني في هذه الحلقة بالتحديد ساذكر المصادر مباشرة والان ركزوا معي في هذه المعلومات الصادمة فعلاقة المسلمين باكتشاف امريكا ترجع الى وقت مبكر جدا وبالتحديد الى القرن الاول الهجري القرن الاول الهجري الامام عامر الشعبي الذي ولد في عام واحد وعشرين للهجرة اي في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الامام الشعبي قال شيئا عجيبا ورد في كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل لأبي بكر الخلال حيث قال الامام الشعبي ان لله عز وجل عبادا من وراء الاندلس كما بيننا وبين الاندلس ما يرون ان الله تعالى عصاه مخلوق رضرادهم الدر والياقوت جبالهم الذهب والفضة لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا لهم شجر على ابوابهم لها ثمر هي طعامهم وشجر لها اوراق عراد هي لباسهم اتذكر المرة الاولى التي قرأت فيها هذا الحديث فاي شخص معني بالتاريخ يدرك من اول وهلة انها وصف دقيق للهنود الحمر فالمعلوم ان الامريكيتين غنيتين بالذهب والفضة وهناك حضارات في تلك البلاد بنت ابنيتها من الذهب والفضة والمعروف ان القرى الامريكية وخاصة الامريكية الجنوبية مشهورة بالفواكه والثمار المتنوعة والمنتشرة في تلك البلاد بشكل كبير حتى طريقة ملابسهم البدائية من اوراق الاشجار التي وصفها الشعبي هي نفس ملابس الهنود الحمر وتحديد الشعبي للمكان من وراء الاندلس تحديد عجيب فلا يوجد وراء الاندلس سوى المحيط الاطلسي ولو قسنا المسافة بين الكوفة التي كان يعيش فيها الامام الشعبي والاندلس لوجدنا انها نفس المسافة بين الاندلس وامريكا وهي نفس المسافة التي حددها الشعبي عبادا من وراء الاندلس كما بيننا وبين الاندلس وحتى اختياره للاندلس له دلالة عجيبة فقد انطلقت اولى الرحلات الاستكشافية الاسلامية من الاندلس بالتحديد اذا فقد كان المسلمون او بعض المسلمين على الاقل يعلمون بان هناك ارضا خلف الاندلس السؤال هنا كيف علم الامام الشعبي بهذه المعلومات الخطيرة والحقيقة انني حاولت ان ابحث عن الكيفية التي علم بها الامام الشعبي عن هذه المعلومات ولكن دون جدوى هل سمع الشعبي هذا الكلام من احد الصحابة والذي سمعه بالتالي من الرسول صلى الله عليه وسلم الامر يحتاج لمزيد من البحث من علماء الحديث ولكن مما لا شك فيه ان دقة الكلمات العجيبة التي وصف بها الشعبي اولئك البشر المجهولين لم يأتي بها من خياله او عن طريق الصدفة القرن الاول الهجر ايضا وبالتحديد عام 63 للهجرة ورد في كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبر والكامل في التاريخ لابن الاثير وكتاب البداية والنهاية لابن كثير وسير اعلام النبلاء للذهب ورد ان فارسا عربيا من قريش اسمه عقب بن نافع رحمه الله وهو بالمناسبة ابن خالة الفاتح الاسلامي العظيم والصحاب الجليل عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه هذا الفارس المسلم القرشي فتح تونس والجزائر والمغرب حتى وصل الى المحيط الاطلسي الذي كانوا يسمونه ببحر الظلمات فنظر اليه وعيونه تفيض بالدموع ليرفع يديه في علياء السماء ويقول بصوت خالطت نبراته هدير امواج بحر الظلمات اللهم لو كنت اعلم ان وراء هذا البحر ارضا لخطه اليها في سبيلك حتى اعلي عليها كلمة لا اله الا الله اذا فلقد كانت هناك نية لدى المسلمين لنشر الاسلام في جميع انحاء الدنيا القرن الثالث الهجري ذكر المؤرخ الاسلامي الشهير ابو الحسن ابن علي المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر ان احد المغامرين من قرطبة واسمه الخشخاش ابن سعيد ابن الاسود عبر بحر الظلمات مع جماعة من اصحابه الى ان وصل الى ارض وراء بحر الظلمات يعني المحيط الاطلسي ورجع هذا المغامر عام ثمانمائة وتسعة وثمانين ميلاديا وقال الخشخاش لما عاد من رحلته بانه وجد اناسا في الارض التي وصلها القرن السادس الهجري هذه خريطة للعالم رسمها عام الف ومائة واربعة وخمسين للميلاد العالم الجغرافي المسلم ابو عبد الله محمد ابن محمد الإدريسي الهاشمي القرشي والشهير بالإدريسي الخريطة رسمت على كرة ارضية صنعها الإدريسي اي ان المسلمين كانوا يعلمون بكروية الارض الخريطة ربما شاهدها الكثير منها ولكن لاحظوا معي هذه الخريطة جيدا الملاحظ ان الجغرافيين كانوا يرسمون الخرائط بصورة مختلفة عما نرسمه الان فقد كانوا يرسمون الشمال في الاسفل والجنوب في الاعلى لو قلبنا الصورة لكي نفهمها اكثر لرأينا على سواحل المغرب وحتى امتداد شمال اوروبا ان الإدريسي رسم ارضا بعد المحيط الاطلسي سمها الإدريسي الارض الكبيرة لاحظوا معي التسمية انه لا يتحدث عن جزر وانما عن ارض كبيرة اي عن قارة الشريف الإدريسي الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي ذكر ايضا في كتابه الممالك والمسالك قصة شباب مسلمين مغامرين خرجوا بواخر من مدينة إشبونة وهي مدينة الإشبونة عاصمة البرتغال الان وقد كانت في يد المسلمين وقتها الإدريس يذكر ان هؤلاء المغامرين قطعوا بحر الظلمات ورجع بعضهم وذكروا للناس قصتهم وانهم وصلوا الى ارض وصفوها ووصفوا ملوكها العجيب في القصة انهم ذكروا انهم وجدوا هناك اناسا يتكلمون باللغة العربية واذا كان هناك اناس يتكلمون باللغة العربية فهذا دليل على وصول اناس كثيرين وصلوا الى تلك القارة منذ زمن بعيد اي انه كان هناك وجود اسلامي عربي قديم في تلك الارض نحن نتحدث هنا عن ما يزيد عن 300 عام من وصول كولومبوس لامريكا واللافت للانتباه ان الوصف الذي اعطاه هؤلاء المغامرون يظهر انهم وصلوا للجزر الكاريبية وبالتحديد جزيرتين كوبا واسبانيولا القرن الثامن الهجري وهو القرن الرابع عشر الميلادي وفيه ذكر المؤرق الاسلامي شهاب الدين العمري قصة عجيبة هي غاية في العجب وذلك في كتابه مسالك الابصار في ممالك الامصار العمري ذكر بان السلطان امبراطورية مالي المسلمة منسى موسى رحمه الله ومالي بالمناسبة كانت امبراطورية مسلمة عظيمة عاصمتها تيمبكتو وكانت غنية بشكل هائل بالذهب العمري ذكر ان منسى موسى لما ذهب للحج عام 1327 للميلاد اخبره بان اخاه الذي سبقه في الملك انشأ مئتي سفينة وقطع المحيط الاطلسي نحو الضفة الاخرى المجهولة وانابه عليها في حكم مالي ولكنه لم يعد بعد ذلك وبذلك بقي هو في الملك طبعا امبراطورية مالي في هذا الوقت كانت اكبر بكثير من دولة مالي الحالية وكانت تمتد في اغلب دول افريقيا الغربية وحتى المحيط الاطلسي الذي انطلقت منه تلك السفن وبعد سماعي بهذه القصة العجيبة قمت بالبحث عن هذا الملك الغامض فوجدت ان اسمه هو ابو بكر الثاني او ابو بكر بن محمد وهو تاسع منسى او سلطان حكم امبراطورية مالي هذا الملك كان شخصية عجيبة بالفعل فقد تنازل عن الملك لكي ينتقل الى ارض جديدة وينشر الاسلام هناك الامبراطور ابو بكر تخلى عن العرش عام 1311 حيث قام بتجهيز نحو 200 سفينة بمصاحبة نحو 2000 زورق اضافي اي انه سبق رحلة كولومبوس بنحو 200 عام وقد اكد كروسوفر كولومبوس في مخطوطة كتبها بيده الوجود الافريقي في القارة الامريكية وذكر ان سكان امريكا الاصليين تعلموا كيفية اشابة وصهر الذهب ومزجه بالمعادن الاخرى واضاف كولومبوس ان تلك الطريقة هي طريقة افريقية خالصة ومن غير المعقول ان يكون سكان امريكا تعلموها بحرفية افريقية عن طريق الصدفة وقد ذكرنا ان قصة مغامرة ابي بكر ذكرها اخوه الاصغر منسى موسى حينما غادرت بكتو الى مكة لاداء الحج عام 1324 وعندما وصل الى مصر التقى بالمؤرخ العمري الذي دون ما قاله موسى عن رحلة اخيه وذكر ان ابا بكر قبل ان ينطلق اجرى العديد من التجارب على السفن وقام باختبار قوة تحملها واستعانى بخبرات عربية لصناعة سفن شبيهة بتلك التي يستخدمها العرب ثم قام بتحميل السفن بمؤونة غذائية مجففة تكفي لعامين اضافة الى اطنان الذهب لمقايضتها مع الناس الذي يمكن ان يلقاهم البروفيسور الامريكي في الدراسات الافريقية في جامعة الروتغرز الامريكية ايفان فان سيرتيما ذكر هذه القصة عام 1976 وذلك في كتابه لقد جاءوا قبل كولومبوس they came before كولومبوس ودلل البروفيسور فان سيرتيما على قصة الوجود الافريقي في امريكا قبل كولومبوس بالادلة والبراهين التي رصدها في الامريكيتين قصة الملك العجيب ابي بكر الثاني ذكرها ايضا العالم المالي جاسو ديوارا والذي اجرى ابحاثا في هذا الموضوع ايضا يذكر ان هيئة الاذعة البريطانية بي بي سي اوردت تقريرا عن هذه الحقائق وهناك قبائل هندية الى يومنا هذا ما زالت تكتب بحروف اللغة المندكية الاسلامية وقد اخبرني صديق عاش في امريكا الجنوبية وعاشر الكثير من الهنود الحمر انهم لديهم عادات وتقاليد كثيرة تشبه الى حد كبير العادات الاسلامية انظروا يا اخوان الى تاريخ المسلمين الذي لا نعلم عنه شيئا دولة مثل مالي لا نعرف عنها اي شيء يصوره الاعلام كدولة متخلفة قامت فرنسا بنشر الحضارة فيها وهي في الحقيقة كانت دولة عظيمة من دول الاسلام قبل ان تعرف فرنسا ما هي الحضارة نستمر في عرض الدلالة التاريخية عام 1493 كروستوفر كولومبوس نفسه يكتب في مذكراته التالي ان السكان هنا يلبسون لباسا قطنيا شبيها باللباس الذي تلبسه النساء المسلمات في غرناطة وذكر كولومبوس ايضا انه وجد في كوبا مسجدا طبعا كولومبوس كان واضحا في حديثه ولم يتحدث عن اي شيء مجازي عام 1564 رسم الفرنسيون خريطة لفلوريدا في امريكا وكانت فلوريدا تتبع لفرنسا في ذلك الوقت انظروا معي جيدا الى هذه الخريطة هناك اسماء لمدن مغربية واندلسية مثل مراكش مايوركا وقادس ولكي تكون في فلوريدا اسماء لمدن مغربية واندلسية فهذا يعني ان هناك مهاجرين هاجروا من تلك المدن قبل مئة او مئتي عام نستمر في عرض الدلائل عام 1880 للميلاد المؤرخ المكسيكي الشهير مانويل ايروسكو ايبيرا ذكر في كتابه التاريخ القديم لاحتلال المكسيك يصف اوضاع امريكا قبل كولومبوس ورد في كتابه كانت امريكا الوسطى والبرازيل بصفة خاصة مستعمرات لشعوب سود جاءوا من افريقيا وانتشروا في امريكا الوسطى والجنوبية والشمالية طبعا الشعوب السود هنا يقصدون بها الشعوب المسلمة الافريقية بعد ذلك وفي عام 1920 البروفيسور الامريكي ليو فينر وهم بالمناسبة بروفوسور يهودي وكان استاذا في جامعة هارفارد كتب كتابا اسماه افريقيا واكتشاف امريكا افريكا and the discovery of America يقول فيه ان كروستوفر كولومبوس كان واعيا الواعي الكامل بالوجود الاسلامي في امريكا ودلل لبروفيسور ليو فينر على كلامه ببراهين زراعية ولغوية وثقافية وقال بان قبائل المنديك المسلمين بصفة خاصة انتشروا في وسط وشمال امريكا وتزاوجوا مع قبيلتين من قبائل الهنود الحمر وهما ايروكوا والكونكير في شمال امريكا وانتشروا كما ذكر فينر في البحر الكريب جنوب امريكا وشمالا حتى وصلوا الى كندا نصل الان الى العام 2000 لويزا ايزابيل الفيريس دوتوليدو هي دوقة مدينة سيدونيا الاسبانية المهم هذه المرأة اكتشفت بالصدفة وهي ترمم قصرا من قصورها التي ورثتها من اجدادها وثائقا اسلامية مكتوبة باللغة العربية ترجع الى العهد الاندلسي الاسلامي في هذه الوثائق وصف كامل لامريكا والمسلمين فيها قبل كريستوفر كولومبوس خباءها اجدادها الذين كانوا حكام اسبانيا وكانوا جنرالات في الجيش الاسباني وقد خافت هذه المرأة ان يحرق الاسبان هذه الوثائق الخطيرة بعد موتها فقامت بوضعها في كتاب قبل ان تموت عام 2008 افريكا فيرسوس امريكا وفي تفاصيل الوجود الاسلامي في امريكا بالتفصيل وقد قامت هيئة الاذاع البريطانية بي بي سي ايضا بمقابلة لويزا ايزابيل عام 2001 واخيرا المعلومة الخطيرة التي تضع حدا لأي مشكك يشكك باكتشاف المسلمين لامريكا ففي عام 1929 اكتشف الاطراك عن طريق الصدفة خريطة مرسومة على جلد غزال رسمها بطلنا الذي سنذكره في الحلقة القادمة هذه الخريطة ما زالت تحير علماء وكالة الفضاء الامريكية ناسا حتى يوم الناس هذا فما هو السبب وما حكاية تلك الخريطة العجيبة وما هي الكلمات المكتوبة بالحروف العربية التي دونت على هذه الخريطة ولماذا يعتقد البعض في امريكا انه من المستحيل ان تكون من رسم البشر وانها من رسم مخلوقات فضائية من هو بطل الحلقة القادمة الذي رسم هذه الخريطة وما هي حكايته في امريكا وايطاليا ومصر وعمان والعراق وقطر والبحرين بل ما هي حكايته العجيبة مع القارة القطبية الجنوبية ترجمة نانسي قنقر